كان يا مكان وما يطيب الكلام إلا بذكر النبي العدنان في القرن الواحد والعشرين للميلاد انتشر في كوكب الأرض فيروس عرف بفيروس كوفيد 19 العلم كان متقدم ومتطور واستطاع الأطباء التعرف عليه ولكن هذا الفيروس كان شديد الشراسة وسريع الانتشار رغم تقدم العلم لم يجدوا له علاج فساد بينهم الخوف والقلق بعدما قضى على الآلاف من البشر وكانت المملكة العربية السعودية أحد الممالك التي واجهت الفيروس بإصرار وعزيمة بالتكاتف والتعاون وليس بالجيوش واجهته بالوعي والإيمان وعملوا بالحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا استشعر الجميع المسئولية التي تقع عليه والتزم بتدابير الوقاية التزموا منازلهم مستشعرين الإيمان بالقدر خيره وشره واثقين بأن لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وبفضل الله ثم الاستمرار والإصرار عادت الحياة في شوارع المملكة وبقي الدرس دوام الحال من المحال بالمثابرة تنجل الغمة وبالتكاتف تنجل الأمة ولن يحدث في ملكوت الله إلا ما أراد الله هذه قصتنا يا محمد قهرنا المرض المعد بالإيمان القوي خلصت حكايتنا لليوم فعظم إيمانك بالقدر يا ولدي تقوى نفسيتك في الشدة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل شكرا للمشاهدة لديكس واتف اشتركوا في القناة